هم على قدر كبير من الذكاء وقادرون على التنبؤ وتحليل واستخلاص النتائج يسمعون ويشاهدون وحتى يشعرون إنها الزراعة الذكية فريق أوكراني اخترع مثل هذه التقنية والتي لم يستخدمها أحد في السوق الزراعي من قبل كيفية زراعة الخضروات دون مغادرة المنزل التقنيات الحديثة وعمليات الأتمتة والحصادات الآلية كلها لم تعد بدعة والطرق التقليدية لم تعد تناسب العصر المستهلك يتطلب أنظمة تلائم احتياجاته وفي ذات الوقت تكون سهلة الاستخدام القطاع الزراعي لم يكن يحظى باهتمام التقنيين والمبرمجين لكن فريقا من المخترعين الأوكرانيين أثبت أن أتمتة القطاع الزراعي ممكنة جدا تكلفة معدات الرقابة وأجهزة الاستشعار تتناقص باستمرار لأنها تنتج بكثرة المنتجون يتبنون أحدث التقنيات والأجهزة الإلكترونية أصبحت أكثر كفاءة في مجال استهدام الطاقة وأرخص وأقل حجما هذه الأنظمة تساعد على تطوير المشاريع الزراعية الكبيرة والصغيرة فبفضل أجهزة الاستشعار تستطيع التحكم بكل شيء من مكتبك أو منزلك بل وعلى بعد آلاف الكيلومترات هذه الليلة لم تكن هناك ثلوج وفي بضع ساعات لاحقة غطت الثلوج كل شيء وانخفضت درجة الحرارة بشكل ملحوظ لذلك نحتاج إلى خدمة التكييف الداخلي حتى نتمكن من التحكم في درجة الحرارة وحينها لن تتأثر بالعوامل الخارجية وتبقى درجة الحرارة الداخلية مثالية لنمو النباتات ومن المهم جدا مراقبة هذه العمليات أي ما يحدث في البيوت البلاستيكية هنا يأتي دور الفريق الأوكراني المخترع فإنه حتى لو ارتفعت أو انخفضت درجة الحرارة درجة واحدة فإن النظام يستشعر كل هذه التغييرات أو إذا كانت التربة في البيوت البلاستيكية جافة لا يهم فكل شيء تحت السيطرة وعلاوة على ذلك فالنظام يستطيع تغيير الوضع إما برفع درجة الحرارة إلى وضعه الطبيعي أو البدء بعملية السقاية على الرغم من حقيقة أن وحدات التحكم وأجهزة الاستشعار رخيصة جدا هي في حدود عشرات أو مئات من الدولارات فإن تكاليف تطوير البرمجيات والتواصل والعمل بها عبر الإنترنت يمكن أن تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات يبدو أنه من الضروري استثمار الكثير من المال في هذه التقنية واستئجار فريق من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات الذين يجلسون أمام شاشات الحاسوب باستمرار لمراقبة الأداء ولكن الأمر أسهل بكثير التصميم يعتمد في تشغيله على أيقونات واضحة تتيح للمستخدمين من دون معرفة أنظمة البرمجة ودون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية أن يقوموا بالمطلوب بمعنى تنظيم وحدات التحكم ودمجها في شبكة الاتصال وحفظها في الأقراص الصلبة وأنظمة الـ IP وربطها أيضا ببرامج الذكاء الاصطناعي وتثبيت تطبيقات خاصة بها على المحمول وربط هذه الشبكات إلى الأجهزة الذكية المطورون يؤكدون سهولة استخدام هذه التطبيقات حتى لطلاب المدارس ويمكنهم من خلالها التحكم بالإضاءة أو ري الورود المزرعة في الفصل هذا البرنامج ضروري أيضا للمستخدمين العاديين على سبيل المثال يمكن لربات البيوت استخدام وبرمجة هذه التطبيقات بما يلائم الوظائف المنزلية افترض أن لديك مشكلة وتحتاج إلى أتمتة تشغيل الضوء وللقيام بذلك لابد لنا من جمع كل العناصر المكونة لهذه العملية هذا زر وهذا المؤكد وهذا الضوء في المرحلة الثانية علينا ربط هذه العناصر ببعضها عن طريق هذه المخارج نضع الزر على المنفذ الثاني أما المؤكد فلا يحتاج لمنفذ ونضبطه ليعمل بعد خمس ثوان الضوء لا يثبت على منافذ لأنه أساساً مثبت على الزر ها قد أنجزنا المهمة الآن دعونا نرى كيف يعمل مع هذا البرنامج من السهل جداً أن تنشئ نظاماً ذكياً من الصفر إذا أردت تغيير مهمة النظام أو رغبت في إعادة توظيفه مرة أخرى فليس هناك حاجة لاستدعاء خبير برامج تحتاج فقط لتغيير مهمة التطبيق ما يعني إضافة أو حثة رموز في مخططه والبرنامج سيعيد ضبط المهام الجديدة بنفسه إذا ما استدعينا خبراء ومهندسين بهدف تعديل مهام البرامج فهذا يعني هدر الوقت والمال وحتى لو كنا نتحدث عن خيار أرخص فأنك ستحتاج إلى نقل وحدات التحكم الإلكترونية إلى مركز الخدمة وهناك سوف تعاد برمجة وتحديث البرامج الثابتة وبعد ذلك إعادته لموقعه ولكن عفواً ما الذي سيتكفل بتنفيذ المهام في هذه الفترة؟ كيف سيكون العمل؟ أن أعود مرة أخرى للتشغيل اليدوي نحن نتميز عن غيرنا بأن عملية تحديث البرامج لجميع الأجهزة المرتبطة به تنجز بوقت واحد ومكان ثابت التحديث يستغرق قضعة ثوان أي أقل من دقيقة وفقاً للمطورين فإنهم قاموا بدراسة السوق بشكل جيد ولم يجدوا تطبيقات مشابهة في مهامها هذه البرامج تتميز بسهولتها طريقة عملها تستوجب ربط وحدات التحكم أو أجهزة استشعار مختلفة ثم وصلها مع الشبكة القطاع الزراعي هو واحد من مجالات عنده يمكن استخدام هذه التطبيقات فيها والمطورون يقومون باختبار النظام في الولايات المتحدة لدينا مشروع الآن في سان فرانسيسكو نعيش ونعمل في بناية من ثلاثة طوابط نعمل على أتمتة كل الأنظمة والتي من بينها التدفئة والتكييف والتبريد والتهوية وتثبيت أجهزة استشعار الحركة كل الأنظمة التي يمكن أن تخطر ببالك العميل يوفر لنا كل احتياجاتنا في هذا المبنى يسعى المطورون والعملاء لإثبات نجاح الفريق الأوكراني هذا الجهاز بالنسبة للمزارعين اكتشاف عظيم يرصد يحلل ويراقب إنه معجزة حقيقية هو أيضا اختراع طواره الفريق الأوكراني صمم بشكل مقارب للدكاء البشري ولديه القدرة على اتخاذ القرارات كل هذا يعتمد على تحليل الإشارات المرسلة من المستشعرات أجهزة الاستشعار والتحكم في هذا الجهاز تلعب دور المستقبلات وهو مزود بكاميرا ذكية لمعالجات الصور والفيديو هذه التقنية مماثلة لتلك المستخدمة لمستشعرات الحركة أو إشارات المرور أدخلناها على قطع الأغذية ليس من السهل في الواقع تطبيق مثل هذا النظام في المجالات المختلفة تستطيع هذه الأجهزة الذكية القيام بمهامها معتمدة بالأساس على المطورين وفي هذه الحالة المطورون يبذلون جهدا كبيرا إنها مثل طفل صغير يمكنك تعليمها لتقول هذه تفاحة مثلا والنظام يعرف أنها تفاحة أنها حقا عملية طويلة وطويلة جدا لأنه من الضروري للنظام تحليل حوالي مليون صورة نتيجة لهذا التدريب الشاق والدقيق توصل المطورون لاختراع نظام الرؤية كاي والذي يطبق فقط على المواد الغزائية والمحاصيل الزراعية لسيم الخضروات والفواكه وإليك كيف يعمل؟ في المحميات الزراعية تثبت مجموعة من أجهزة الاستشعار والكاميرات الذكية التي ستوفر جهدا كبيرا على المستخدم فقط تدخل المعلومات عن النبات هذه المعلومات يحللها النظام ويقوم بمعالجتها ويرسل المعلومات المطلوبة للمستخدم على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف وبهذا تمكن مراقبة النباتات من على بعد ويمكن للمراقب أن يعرف ما إذا كانت الخضروات والثمار قد نضجت أم لا ترسل الصور من الكاميرا إلى الخادم ومنه إلى واجهة التطبيق على الهاتف المحمول لتبسط الأمر أنا الآن سأصور من الهاتف المحمول وسوف نرى ما سيخبرنا النظام به النظام يقول أن حالة النبات غير ناضجة أخطر ونحن نرى هذا والنظام يؤكده وفي هذه الحالة يجب علينا اختيار النظام الأكثر ملاءمة للمزارعين يقول الخبراء أن المخترعين الأوكرانيين يجنون الأرباح من عملهم في قطاع الزراعة وقبل ذلك لم يكن هذا القطاع ضمن اهتمامات المبرمجين والمتخصصين في تقنية المعلومات ترجمة نانسي قنقر